الرئيس السيسي يتابع خطة عمل وزارة الأوقاف في المرحلة المقبلة ويوجه بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيلهم وتدريبهم الحوار الوطني يرفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ويؤكد أنه تم توافق بشكل كامل على عشرين توصية من أصل 24 وابلينكين يؤكد أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم في غزة هو الوسيلة المثلى لإطلاق صلاح المحتجزين ويطالب بتجنب أي خطوات تصعيدية في المنطقة التاسعة مسام بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف أسامة الأزهري حيث قال متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة وقد أشار السيد وزير الأوقاف في هذا الصياق إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته لسيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية وذلك بهدف السقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن قام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي انتهت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي نقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبنها الحوار الوطني خلال جالساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وأوضح مجلس الأمناء أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الأراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني حيث تم دمجها في التوصيات دون استبعاد رأي أو مقترح وبلغ إجمالي توصيات 24 توصية حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها وهناك أربع توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية جاء ذلك خلال اجتماعه لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودية حيث وجه مدبولي بسرعة إنهاء المواد محل نقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن وأضف مدبولي أن هذه الاتفاقية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات دات الأولوية كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والسعودية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء حيث شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في الإصراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها كما أشار مدبولي إلى أن اللقاء يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدلة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بنتق وحدات الجيش الثالث الميداني وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقا لأحدث النظم العلمي الحديثة وبما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهمهم مؤكدا ضرورة الاهتمام بالحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل ومشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية لرجال الجيش الثالث الميدانية أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض حيث شدد عبد العاطي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح كما أشاد بالجهود المبذولة لسرعة تتشين المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي وبحث الوزيران أيضا آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية حيث تم الاتفاق على أهمية مواصلة جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا كما ناقشا الجهود الجارية لحال حالة الأزمة السودانية والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر كما تطرق الوزيران إلى الوضع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات على الساحة اليمنية وأمن البحر الأحمر في الأثناء أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تناول الاتصال متبعة مسار التعاون في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين وأتى عزيز الاستثمارات السعودية في مصر في مجال الطاقة تحتفل مصر والعالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني وأكدت مصر بهذه المناسبة إيمانها الراصخة بالإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والنزاهة والاستقلالية وعدم التسييس كمبادئ أساسية عامة للعمل الإنساني هذا ويتزامن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وحرصت مصر منذ بداية الحرب على غزة على تقديم يد العون للأشقاء في فلسطين لتخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية العاجلة لهم كما استقبلت ما يزيد عن 500 ألف سوداني منذ نشوب الأزمة السودانية في أبريل 2023 ووفرت لهم كافة سبل الدعم والرعاية وذلك بالإضافة إلى خمسة ملايين سوداني آخرين يقيمون بالفعل في مصر إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجوعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أكد وزير الخارجات الأمريكية أنتوني بلينكين أن واشنطن تعمل مع جميع الدول العالم لتوجيه رسالة لعدم التصعيد في المنطقة وأضح بلينكين خلال زيارته لتل أبيب أنه يجب على الجميع أن يتجانب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصاعد التوتر وتوسع رقعة العنف مضيفاً أن التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المتلى لإطلاق صراح المحتجزين ولفت بلينكين إلى أن نتنياهو أكد له أن إسرائيل قبلت المقترح الذي تم تقديمه مشيراً إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعمل الهبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق وكان وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكين قد عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمر لثلاث ساعات ووصف مكتب نتنياهو اللقاء بأنه كان إيجابياً مشيراً إلى أن نتنياهو أكد التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الأحدث بشان إطلاق صراح المحتجزين وأوضحت مصادر صحفية أمريكية أن نتنياهو أبلغ بلينكين أنه سيرسل وفد تفاوض إلى القاهرة في وقت لاحق هذا الأسبوع لاستكمال مفاوضات الهدنة كما التقى وزير الخارجيات الأمريكية أنتني بلينكين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرستوج في تل أبيب وحضر بلينكين من أن أي مفاوضات جارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي ربما آخر فرصة لتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر وأكد بلينكين أن وعشنطن تعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد في المنطقة وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية من ناحية أخرى رحبت طهران بالجهود المبدولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأمريكية تملك القوة اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن مشيرة إلى أن الأمر بات في يد واشنطن لتثبت أنها جادة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة كما لفتت إلى أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوطر في المنطقة وتدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات أربعون شهيدا ومائة وأربع وثلاثون إصابة خلال أربع وعشرين ساعة مضية وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أربعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين شهيدا واثنين وتسعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وأربعين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي أعلنت وكالة غاوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ارتفع حصيلة الضحايا العاملين في الوكالة بقطاع غزة إلى مائتين وسبعة وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأوضحت الأونروا أن الضحايا كانوا من مختلف التخصصات بما في ذلك الأطباء والمهندسون والمعلمون في الأثناء دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين إلى تدخل دولي عاجل لوقف الإمعان الإسرائيلي في استهداف الصحفيين في قطاع غزة ونعى المركز الصحفي إبراهيم مروان الذي عثر على بثمانه اليوم بعد إصابته برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أثناء تغطيته الصحفية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع وذلك إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من الصحفيين أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف ثكنة رميم بالأسلحة الصاروخية وأوضح حزب الله أنه حقق إصابة مباشرة في المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك أضرارا في عدد من المنازل والسيارات إثر سقوط صاروخين على مستوطنة مرغ اليوث شمالي إسرائيل في الأثناء أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في شمال إسرائيل إثر هجمات حزب الله على المنطقة مشيرا إلى أنه اعترض عدة هجمات بطائرات مسيرة على شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان حالة من القلق المتزايد تشهدها الحدود اللبنانية الإسرائيلية في ظل استعدادات تل أبيب لردود فعل محتملة من إيران وحزب الله بعد سلسلة الاغتيالات الأخيرة ووسط مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة الصراع وأجر المنطقة إلى حرب شاملة الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات ليلية على عدد من المناطق بالجنوب اللبنانية استهدفت بلدة حوله في قضاء مرجعيون بالنبطية وأطراف بلدة عيد الشعب وبلدة بيتليف أسفرت عن سقوط عدة أشخاص وعلى الجانب الآخر لا يتوقف دوي صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ حزب الله التي تستهدف مستوطنات الشمال مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في البنية التحتية لتلك المستوطنات ويأتي هذا بعد أن أطلق حزب الله أكثر من أربعين صاروخا نحو شمال إسرائيل حيث أكد الحزب استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة بما في ذلك جبل الدير وقاعدة جبل نيريا بصواريخ كاتيوشا من جهته قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن ثلاثة من جنود حفظ السلام التابعين للقوة أصيبوا بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آلياتهم في محيط يارين بجنوب لبنان في غضون ذلك أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء ارتفاع عدد القتل المدنيين والنزوح المتزايد نتيجة تصاعد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل على المكتب دع جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنسانية مشددا على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني هفدت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الحربية الإسرائيلية خرق جدار الصوت مجددا في الجنوب اللبنانية وصولا إلى صيدا وبيروت ومناطق بجبل لبنان في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن بعثتها في الأمم المتحدة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن خرق الطيران الحربية الإسرائيلية لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية وآثت ضمنة الشكوى اللبنانية إدانة للخرق الإسرائيلي المتكرر لأجوائها مشددا على أنها تعد انتهكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوية ولقرار مجلس الأمنة إضافة إلى خرق العدد من أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحضر كافة أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوية الذي تمارسه إسرائيل أعلنت لوفت هانزا كبرى شركات الطيران الأوروبية أنها ستمدد قرار تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى السادس والعشرين من أغسطس الجاري بسبب تزايد مخاطر تفاقم النزاع في المنطقة وفي بيان للشركة قالت لوفت هانزا إن الإجراء يتعلق بالرحلات إلى مطارات تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل وكذلك المجال الجوي في كل من إيران والعراق التاسعة مستمرة وتتابعون فيها روسيا تتهم أوكرانيا بقصف جسر تالت في منطقة كورسك وكيف تؤكد أن هجومها يهدف لإنشاء منطقة عزلة واستنزاف آلة الحرب الروسية أعلنت روسيا أن أوكرانيا قصفت جسر تالت في هجومها على منطقة كورسك روسيا من جهته قال الرئيس الأوكراني فولديمير زلنيسكي أن هجوم كييف يهدف إلى استقطاع منطقة عزلة واستنداف آلة الحرب الروسية مضيفا أن كييف سيطرت على أكثر من ثمانين تجمعا سكنيا ضمن مساحة تزيد على ألف ومئة وخمسين كيلو مترا مربعا في كورسك منذ بدء توغل مباغت في السادس من أغسطس أعلنت القوات الجوية الأوكرانية صد هجوم روسية على العاصمة كييف وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوية دمرت أحد عشر طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في عدة مناطق أبرزها ميكولايب وخاركيف ودونسك في المقابل أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة زاليزني القريبة من تورسك في منطقة دونسك بشرق أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية استعادت محطة السكك الحديدية فيمكا في دونسك وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية على المنطقة رفعت روسيا شكوى لألمانيا بشأن التحقيق الذي تجريه في تفجيرات وقعت في 2022 واستهدفت خطوط أنابيب نوردستريم وأفادت وكالة الإعلام الروسية أن رئيس الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية أوليك تيابكين صرح بأن موسكو تعتقد أن التحقيق الألمانية سيغلق دون إعلان المسؤولين عن التفجيرات وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن ممثلي لدعاء الألمان خلوصوا إلى أن مدرب غوص أوكرانيا هو مشتبه به رئيسي في التفجيرات وأصدرهم متكرة اعتقال بحقه في بولندا من جانبهم قال ممثلون للدعاء في بولندا إن المشتبه به تمكن من مغادرة البلاد نظرا لعدم إدراك ألمان يسمى في قاعدة بيانات المطلوبين يقد الحزب الديمقراطي الأمريكي ومؤتمر الحزب الهدف لدعم مرشحة الرئاسة كامالا هارسة يأتي ذلك في أول مؤتمر انتخابي للحزب بعد أعلان رئيس الأمريكي جو بايدن انصحابه من سباق رئاسة من شيكاغو تحاول مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هارس يغطى الأجندة الانتخابية للحزب حيث تتوجه أنظار ألاف الديمقراطيين إلى المؤتمر الوطني للحزب الذي يستمر حتى الخميس المقبل من المتوقع أن يقدم الحزب برنامجا سياسيا أكثر وضوحا في إطار عرض إيجابية يؤكد على الوحدة والانسجام داخل الحزب ويضمن كافة السبل المقترحة لدعم المرشحة لمنصب الرئاسة كامالا هارس والنائب المحتمل طايم وولز في الإطار الذاتي يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعداد خطابه المزمع إلقائه في ليلة افتتاح المؤتمر ليكون داعما لهارس ومن المتوقع أن تكون مرشحة الحزب للرئاسة كامالا هارس والمرشح لمنصب نائب الرئيس حاكم ولاية مينيسوتا طايم وولز المتحدثين الرئيسيين في الليلتين الأخيرتين من المؤتمر حسب التقاليد وستقبل هارس ترشيح الحزب الديمقراطي في احتفال رسميا في اليوم الختامي للمؤتمر وتتحدث عن رؤيتها والقضايا الرئيسية الخاصة بحملتها وعن اختيارها لنائبها ووقع اختيار الديمقراطيين على شيكاغو التي تمتلك تاريخا طويلا مع مؤتمرات ترشيح الحزبين الرئيسيين للرئاسة بالسبب موقعها في الغرب الأوسط القريب من ولايتي الجدار الأزرق ويسكونسين ومينشيغن كانت شيكاغو قد استضافت 14 مؤتمرا جمهوريا واحد عشر مؤتمرا ديمقراطيا على مر العقود وشهد عام 1968 أسوأ مؤتمر للديمقراطيين في مدينة شيكاغو حيث اندلعت تظاهرات منددة بحرب فيتنام واستخدمت الشرطة القوة المفرطة في التعامل معهم وفي ظل تعهد بعض المجموعات بتنظيم تظاهرات خلال المؤتمر لا سيما المؤيدة للقاضية الفلسطينية والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة والدعم الأمريكي لها يضاف بعدا جديدا للمؤتمر ويعيد للأذهان أحداث شيكاغو عام 1968 قال الرئيس روسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعمل على تسهيل توقيع اتفاق سلام بين باكو ويريفان من شأنه المساهمة في ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذريبيجان وأكد بوتين خلال محادثاته مع نظره الأذريبيجاني إلهام علييف أنه يدرك عزم باكو على التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الأرميني وأكد أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية متعددة الأوجه مع أذريبيجان قرر الحزب الديمقراطي والحاكم في اليابان إجراء انتخابات رئاسة الحزب في 27 من سبتمبر المقبل ومن المرجح أن يصبح الزعيم القادم للحزب رئيسا للحكومة اليابانية نظرا لما يتتمتع به الحزب من أغلبية في مجلس النوابة يأتي دلك بعد قرار رئيس الوزراء الحالي رئيس الحزب الحاكم فوميو كشيد التنحي عن منصبه منهيا فترة ولا يستمرت لثلاثة أعوام أكد خفر السواحل الصينية أن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة واستضمت عمدا بسفينة صينية بطريقة غير مهنية وخطيرة وأوضح المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جانيو أن نفس السفينة الفلبينية دخلت المياه القريبة من جزر سكون توماس شول بعد منعها من دخول مياه جزر سبينا هذا وأشار المتحدث أيضا إلى أن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني دخلتا بشكل غير قانوني إلى المياه المجاورة لجزر سبينا دون إذن أعلنت وزارة صحة الفلبينية أنها رصدت إصابة جديدة بمرض جدر القردة هي الأولى منذ ديسمبر 2023 كما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية رصد حالة إصابة بالسلالة 2 من فيروس جدر القردة في البلاد مضيفة أنه لم يتم تشخيص حالة إصابة بالسلالة واحد من المرض وتتسبب السلالة 2 وهي متحور جديد من الفيروس في مخاوف عالمية لأنها تنتشر بسهولة فيما يبدو من خلال المخلطة الروتينية هذا وتأكد وجود حالة إصابة بالمتحور الجديد الأسبوع الماضي في السويد وجرى ربطها بتزايد الانتشار في أفريقيا في أول علامة على تفشي المرض خارج أوروبا كانت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي قد أعلنت أنه تم تسجيل إجمالية 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدر القردة وذلك منذ مطلع العام في أفريقيا بينها 1200 حالة في أسبوع واحد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى والأعظم في الخطاب الديني وخلال مؤتمر صحفيين بمدينة العالمين الجديدة أوضح الأزهري أن الوزارة ستعمل على عدد من الأعمداء في الشخصيات المصرية لإعادة التوتيق وتقوية المعاني في الإنسان المصرية معربا عن سعدتي بتعاون مع الشركة المتحدة وشكرا على تنظيم هذه الفاعلية للأئمة والخطباء إن كل الجهد الذي يمكن أن نبذله كوزارة الأوقاف أو أي مؤسسة على الأرض مصر كل الجهد الذي يمكن أن نبذله هو في تقديري أنا نصف النجاح والنصف الآخر تماما هو التنسيق والدعم والعمل من كل السادة الإعلامين الكرام على توصيل وإبراز هذه الجهود دور الإعلام دور حيوي ومحوري هو نصف النجاح بلا شك من جهته أكد رئيس تنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمر الفقي أن استراتيجية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتمثل في نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامية وأضاف الفقي أن الشركة المتحدة عملت وستستمر في إنتاج عدد من المسلسلات الدينية وذلك في إطار التعاون بين الأوقاف والأزهر والشركة المتحدة من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي عشان كده كان فيه توجيه بأنه نطور قناة الناس عندنا بشكل كبير نحن عندنا مجموعة كبيرة من الأئمة والدعاء موجودين على قنواتنا كلها بالإضافة لأنه نريد أن نأخذ الموضوع لمرحلة أخرى إحنا كنا بقالنا فترة كبيرة ما بنعملش مسلسلات تاريخية ودينية ابتدينا بالإمام الشافعي وإن شاء الله مش هتبقى دي النهاية إن شاء الله في الفترة اللي جاية وكل سنة هيبقى عندنا بحاجة تاريخية أو دينية جديدة وكل ده طبعا زي ما قال معالي الوزير ده بالتماس مع الوزارة وبالتماس مع الأزهر الشريف إن شاء الله أكد وزير الخارجات والهجرة بدر عبد العاطي حرصه على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتواصل المباشر معهم مشددا على أن الدولة تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بأبنائها في مختلف دول العالم وخلال لقائه مع ممثلي الجالية المصرية وبعض المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية شدد وزير الخارجية على الدور المهم الذي يطلع به المستثمرون المصريون بالسعودية كونهم إحدى الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وأشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين الجانبين المصري والسعودي بشأن المواطنين المصريين العاملين في السعودية التقى وزير التربية وتعليم وتعليم الفني محمد عبداللطيف مع مماثل اليونيساف في مصر جيرمي هوبكنز لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعية حيث تمنى الوزير الشراكة القوية مع اليونيساف مؤكدا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم وتقديم تعليم دي جودة عالية فضلا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة طلاب من المنصات والمصادر الرقمية وتعاون لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في السوق العمل ومن جهته أشهد مماثل اليونيساف بإجراءات تطوير المنظومة التعليمية في مصر مؤكدا أن مصر تضم أكبر نظام تعليمية فضلا عن دورها ريادي في أفريقيا والشرق الأوسط كما أكد التزام اليونيساف بدعم جهود الوزارة رامية إلى تحسين جودة التعليم والوصول إلى تعليم جيد من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع الأطفال في مصر أكد وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم أن مشروع مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتين الساحل الشمالي ودلتا النيل يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ وخلال أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب ضمياط وأعمال حماية الشواطئ بمدينة ضمياط الجديدة أكد وزير الرئي أن الوزارة تقوم بدراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة حيث يتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الطرع أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المباني المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد وخلال تفقده لأعمال إزالة المباني المخالفة بالعاصمة شدد محافظ القاهرة على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون وأنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم وإزالتها على الفور ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من الترخيص حفاظا على ممتلكاتهم قامت جاكلين عازر محافظ البحيرة بتسليم عشرين عقدا من عقود تقنين وضع اليد لعددين من المواطنين بنتاق المحافظة وأكدت جاكلين عازر أن تسليم العقود يمثل خطوة هامة نحو تشجيع المواطنين ممن سبق وتقدموا لتوفيق أوضعهم على أراضي أملاك الدولة على إنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم بكل شفافية ونزاها وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة وحفظ حقوق المواطنين مؤكدة أن الدولة تعمل بكامل أجهزتها على استرداد حقوقها مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضعهم وذلك بهدف تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي النهاردة إحنا بنوجه رسالتين الأول رسالة شكر للسادة المواطنين اللي تعاونوا معنا على إنهاء الإجراءات بتاعتهم وعلى إنهاء عقودهم بالكامل وكمان رسالة مشجعة لكل سادة المواطنين اللي ليهم تعملات مع محافظة البحيرة على ملف التقنين إنه هو يسرع بنهوة هذه الإجراءات وإحنا من خلال المحافظة هنساعده في كل شيء لغاية ما يصل في النهاية إنه يبقى معاه العقد العقد هو الضمان لحق المواطن على هذه القطعة من الأرض وهو اللي بيكفله إن يقدر يتعامل عليها وياخد معاه كل الإجراءات القانونية اللي مطلوب إنه هو ياخدها ويبقى يعني من غير محد لا يحرر له محضر مخالفة تاني ولا يحرر له محضر إزالة ويمكن هي دي الرسالة اللي إحنا عايزين نوجهها إن الدولة اللي بتحارب مخالفات المباني وبتخرج بحملات الإزالة وبتحرر المحاضر هي نفس الدولة اللي بتساعد المواطن إنه ياخد حقه ده بالعكس بتشجعه على تقنين هذا الوضع وياخد العقد بتاعه بأسر عمال الإجراءات كانت عظيمة جدا اللي احنا دلوقتي بقى هنا وقفين على الأرض صلبة الحمد لله لو كان فيه وجهة دماغ وإزالات ومش عارفة الحمد لله دفعنا الـ 15% أو 25% وستلمنا العقد ما تمنا الإجراءات ودفعنا المؤدم بتاع الـ 25% بتاع المؤدم التقنية وصل محافظ أسيوت هشام أبو النصر تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدريات الصحة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة يأتي ذلك ضمن الجهود المفذولة لسد العجز في بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد عليها لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستجابة لمطالبهم وتشمل الأدوية نوعيات مختلفة للأمراض المزمنة فضلا عن المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية توصلت الدراسات والأبحاث الميدانية إلى أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت ورغم أن تواجد وتصفح عبر الإنترنت يساعد الأطفال على التعلم والتخيل لكن هذه الفرص تأتي أيضا مع مخاطر جسيمة بالرغم من كل فوائد الإنترنت لكنه مصحوبا بمخاطر جسيمة على الأطفال مثل تنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية والمحتوى العنيف إلى جانب الرسائل التي تحرض على إيذاء النفس وتصل إلى الانتحار فضلا عن خطر الانضمام إلى التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية منظمة اليونيسيف أكدت أن أكثر من ثلثي شباب عبر ثلاثين دولة أعلنوا تعرضهم للتنمر عبر الإنترنت إذ يتخلى شاب من بين كل خمسة شباب عن المدرسة بسبب وقوعه ضحية لذلك وفقا لليونيسيف فإن عام 2023 شهد استخدام 79% ممن أعمارهم ما بين 15 و24 عام لمنصات التواصل عبر الإنترنت مقارنة بنسبة 65% من بقية سكان العالم تشير البيانات كذلك إلى أن الأطفال يقضون وقتا أطول على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى وبنسبة متزايدة إذ يستخدم أكثر من 175 ألف طفل شبكة الإنترنت للمرة الأولى في كل يوم بمعدل طفل جديد كل نصف ثانية مؤخرا بذأت شركات التكنولوجيا انتهاك خصوصية الأطفال بهدف جمع البيانات لأغراض التسويق مما يجعل هذه الفئة من المستخدمين عرضة للخطر فالتسويق الذي يستهدف الأطفال من خلال التطبيقات والوقت الطويل الذي ينضونه أمام الشاشة يضر بالنمو الصحي للطفل في السنوات الماضية بذأت ظاهرة الألعاب المميتة أو كما تعرف بألعاب الموت في الانتشار على الساحة العالمية وذلك يعود إلى كيفية تصميمها لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب والأطفال لما تقدمه هذه الألعاب من متعة وقدرة على إدخالهم في حالة من الغمود والإثارة أثناء استخدامها فضلا عن وجود بعض التطبيقات التي قادت العديد من الفتيات المراهقات والأطفال للوقوع كضحايا لعمليات الاغتصاب والابتزاز والتعذيب النفسي والبدني بل تعدى الأمر ليصبح مهددا مباشرا لحياة مستخدمي الأمر الذي يستوجب الالتفات له والتعامل معه بجدية من قبل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الآن مع هم أنباء المال والأعمال أخبار المال والأعمال والجلوة الاقتصادية وصارة نجيب إليك سارة شكرا يوسف شكرا إيمان مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية لتاسعة أهلا بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي لمدة عام وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظة البنك المركزي لمدة عام في أغسطس من عام 2022 ثم تم التجديد له لعام آخر في 17 أغسطس من عام 2023 ونجح حسن عبدالله خلال قيادته للبنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة كما نجحت سياسته في كبح جماح تضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى 25% استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط السفير السعودي لدى مصر صالح ابن عيد الحسيني وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكدت المشاط تطلع مصر لتطوير أطر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات كما أنه يعزز خلق فرص للعمل أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا مساس بالسكر التمويني المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية وفي بيان لها أوضحت الوزارة أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعية وبقال التموين وهو ما يقرب من أربعين ألف منفذ هذا وأشرت الوزارة إلى استمرار طرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب ممنئة ألف طن شهري تشمل السكر التمويني والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية استقبل وزير التموين وتجارة الداخلية شريف فاروق رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأثناء اللقاء تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات خلال الفترة القادمة واستعراض كميات توريد الأقماح بعد إنهاء موسم توريد القمح المحلي بنجاح وإغلاق قفة المواقع التخزينية وكذلك إجراءات إنهاء تسلم الأقماح المستوردة في الموانئ المصرية بحث وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي مع وفد شركة شيفرين العالمية خطط عمل الشركة في مصر ونقش اللقاء سبل الإسراع بالأنشطة وبرامج الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وفي مقدمتها منطقة نيرجس بتعاون مع شركة إيني الإيطالية الشريك مع شيفرين المشغل الرئيسي للمنطقة كما التقى بدوي مع جريج ماك دانيل رئيس شركة أباتشي في مصر وأكد أن أولويات الحكومة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يواكبها العمل على زيادة الثقة في المناخ الاستثماري وجذب استثمارات جديدة نهاية جولتنا الاقتصادية لتاسعة والأنعودة من جديد إلى يوسف وإيمان إليكم شكرا لك سارة تحول اليوم الذكرى السابع لرحيل الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن الذي رحل عن عالمنا في التسع عشر من أغسطس من عام 2017 أثرى محفوظ عبد الرحمن الحياة الأدبية والفنية في مصر بعدد من الأعمال المميزة والمحفورة في ذاكرة المصريين وقدم صوراً واقعية لفترات مهمة في التاريخ المصري موسيقى والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب نتحول فيها من جديد إلى سارة ناجي بتفضلي شكراً إيمان شكراً يوسف مشاهدين هذه وقفتنا أرياضية لتسع أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى نادي فاركو يختره فيه باعتباره فائزاً على الأهل في مباراة دور الستة عشر بكأس مصر في اللقاء المقرر له غداً أثلاثاء ذلك بعد انسحاب الأهل رسمياً من بطولة كأس مصر كان الأهل قد أعلن الانسحاب من كأس مصر بناءً على قرار مارسل كولر المدير الفني للفريق لحصول لعبه على راحة كافية منعاً لتلاحم المواسم أعلنت الشركة المتحدة لرياضة عن استضافة مدينة العالمين الجديدة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تنظمها مصر وذلك في السابع مساء الأربع المقبل ومن المنتظر أن يشهد القرعة وزير الشباب ورياضة الشف صبحي وعدد من مسؤولي الرياضة بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الدولي لكرة اليد يشارك من مصر في هذه النسخة فريقاء الأهل والزمالك بجانب كبار الأندية الأوروبية في مقدمتها برشلونة وماكدي بيرغ الألماني وفيس بريم المجاري وإلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلتقي فريق توتنهام بعد قليل مع ناظره لاستر سيتي في الجولة الأولى من الموسم الجديد لبطولة الدوري وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب كينج باور ويسعى توتنهام لخطف الثلاث نقاط وتحقيق انطلاق قوية في البريميوم ليج للمنافسة على اللقب المحلي فيما يسعى لاستر سيتي صاحب الأرض والجمهور للانتصار لرفع الروح المعنوية للفريق في أول مباراة له منذ الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز عقب الفوز بلقب الدوري لعام 2016 وإلى الدوري الإيطالي حيث يلتقي الآن فريق يوفانتوس مع نظيره كومو في افتتاح مشوار السيدة العجوز بالموسم الجديد في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب أليينز في تورينو ويقود يوفانتوس في الموسم الجاري مدربه الجديد تياغو موتا الذي تولى المهمة نهاية الموسم الماضي عقب إقالة أليجوري بينما سيكون سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق هومو في أول اختبار بعد قيادة فريقه إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة نهاية جولتنا الرياضية لتاسع والآن نعود من جديد إلى إيمان ويوسف إليكم شكرا لك سارة أعلنت الأمم المتحدة أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في اليمن تسببت بمصرع ستين شخصا على الأقل منذ أواخر الشهر الماضي ووضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أن الفيضانات أثرت على 268 ألف شخصا فيما لا يزال 13 في عداد المفقودين وبحسب مؤشر التكيف العالمي لجامعة نوتردام ما يصن في اليمن كواحد من أكثر بلدان المنطقة عرض للتأثر بالتغيرات المناخية والآن مشاهدين نتحول للتعرف على الأحوال الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب إليك سارة شكرا لكم مشاهدين هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رتب على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد خلال ساعات الليل والصباح الباكر طقس مائل للحرارة رتب على أغلب الألحاء معتدل الحرارة رتب على السواحل الشمالية وفيما يلي مشاهدين بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على محافظات ومدن مصر الجمهورية ونبدأها من القاهرة القاهرة العظمة 37 الصغرى 26 الإسكندرية 35 25 مطروح 34 25 بورسعيد 32 26 والإسماعالية 38 26 ونذهب إلى السويس السويس العظمة 37 الصغرى 26 العريش 33 24 طابة 36 28 شارم الشيخ 49 29 والغرداء 41 29 نذهب إلى الأقصر الأقصر العظمة 41 صغرى 28 أسوان 43 29 الوادي الجديد 42 25 حلايب 37 حلايب 37 30 وأخيرا شلتين وأخيرا شلتين 38 38 عفوا 29 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم المدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة والآن مشاهدين مع أبرز لقطة لهذا اليوم والآن مشاهدين مع أرد من العواصم المتوقعة غدا الثلاثاء في القناة اشتركوا في القناة المرحلة المقبلة ويواجه بالعناية بلائمة والخطباء وتطوير برامج تأهيلهم وتدريبهم الحوار الوطني يرفع توصيات الحبس الاحتغاطي الى الرئيس السيسي ويؤكد انه تم التوافق بشكل كامل على عشرين توصية من اصل اربع وعشرين بلينكين يؤكد ان تواصل لوقف اطلاق نار دائم في غزة هو الوسيلة المتلى لاطلاق صراح المحتجزين ويطالب بتجنيب اي خطوات تسعيدية في المنطقة تم نشرة التاسعة تتكم من التلفزيون المصرية شكرا طيب المتابعة وادمتم في امان الله